موسيقى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العودة إلى الطبيعة ورحب بمشاهد قناة اليرموك الفضائية الحديث إليهم عن عالم الطبيعة الجميل الرائع القريب من الفطرة الذي يريح النفس ويريح الجسم ويريح كل شيء حقيقة تريدني تساؤلات كثيرة من بعض الناس وبعض المرضى والمراجعين عن كيف عالم الطبيعة يعمل كيف ما هي خصائص وما هي فوائده النبتات الطبية هل لها أثر سلبية هل هي آمنة هل هل أسئلة كثيرة جدا وهذه الأسئلة تكثر حينما يسمعون من بعض الأطباء أو بعض المجال الصحي يعني كلام يشككهم في قوة النبتات وخصائصها وعالم الطبيعة الجميل يقول لهم هذا كلام غير صحيح وهذا كلام كذا وكذا وللأسف يعني أن هؤلاء الذين يهاجمون عالم الطبيعة ليست لديهم أي فكرة عن عالم الطبيعة والإنسان عدو ما جهل ورحم الله امرأة إذا لم يعلم شيئا أن يقول لا أعلم لا أن يتهم ويفتري على هذا العالم الجميل وهذا العالم الجميل من خلقه الله الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فلا يدري هذا الإنسان الذي يسفه ويحقر هذه الخلق العجيب أنه يحقر شيء من خلق الله وكما ذكرنا سابقا أن شرف الدليل من شرف المدلول ما خلق الله شيء عبث فلأن الله خلق كل شيء فكل شيء شريف خلق يقدر ويحترم مهما كان هذا الشيء هذا خلق الله سبحانه بديع السماوات والأرض ولذلك في هذه الحلقة بدي أحاول أوضح للناس وأضع لهم أفكار شاملة عامة ينطلقوا من خلالها وصير لديهم قوة أو بنية تحتية علمية قاعدة علمية ذهبية تفيد ويستطيع يرده على من يتهم أو يهاجم هذا المجال بظلم بظلم ظلما وافتراء طيب نقول مملكة النباتية فيها حوالي خمسمائة ألف نوع من النباتات خمسمائة ألف نوع وهي أقسام متعددة لن أدخل في التفاصيل لكن نقول خمسمائة ألف هاي خمسها كما يقول الباحثون خمسها نباتات طبية يعني في مئة ألف نبات طبية على وجه الأرض على الأقل هذا ما نعرفه الآن ربما بعد عشر سنوات يصير هذا العدد أكثر لأنه البحوث جارية في مناطق لم يصلها بشر حتى الآن ما هي مميزات النباتات الطبية مميزاتها أنها مخلوقات حية ذات نوات حقيقية الشجرة والنبتة اللي بتنمو أمامك أمام عينيك بتكون بذرة وبتكون نبتة صغيرة وبتكبر وبتكبر وبتورد وبتعطيك ثمر هذا حياة بعكس الدواء الكيماوي الميت الذي ركبه تركيبا في المختبرات فأي شيء بدخل للجسم وفيه حياة أكيد رح يكون مفيد للجسم ويعطينا من طاقته وحياته بعكس الميت الذي سيسلب من الطاقة والحيوية أيضا هذه النبتات عديدة الخلايا فكلما كان المخلوق عديد الخلايا معاته في وظائف متعددة ومعقدة ورائعة الفائدة هذه النبتات هي التي نحيا بفضل الله سبحانه وتعالى من خلالها لأنه لو ما في نبتات ما في أكسوجين ما في عمليات أيض ما في عمليات احتوائها على اليخضور الأخضر اللي بكون الأكسوجين وبكوننا الأكل والبروتينات والمعادن والنشويات فيها اللي منوكلها كل يوم لولا الله ثم هذه النبتات ما في أكل وما في دو وما في شيء إذن هي مسؤولة عن هذه التأمين الصحي الغذائي للإنسان النبتات عديمة الحركة في أغلب الأحيان الحركة الظاهرية لكن طبعا كما ترون في الأفلام حينما تأخذ صور بطريقة معينة بتشوفوا كيف النبات بينمو بسرعة عجيبة وبيكبر وكيف يفتح إلى آخره كما أن النبتات تعيش في كل المناطق المناطق الحارة والمالحة والجافة والراطب وكل شيء فهي موجودة بيننا طالما في إنسان في نبات طيب الآن لو نظرنا نظرة تاريخية الطب القديم ما هو على ماذا كان يعتمد معظمه اعتمد على النبتات الطبية وهذا مدون في التاريخ وفي التراث وكتب الطب القديم كلها فيها وصفات طبية نباتية وقد يدخل معها بعض الوصفات من منتجات حيوانية لكن الأغلب النباتي الآن الناس بدأت تعود إلى عالم الطبيعة لماذا؟ لأسباب كثيرة هذه العودة عالمية ليست في بلد معين إنما هي عودة عالمية في جميع الحائل العالم ويعود ذلك إلى أسباب أربعة رئيسية الأولى ارتفاع تكلفة العلاجات الحديثة والناس بيعرفوا اللي مش مأمن بيعرف كيف هي ثمن العلاجات الحديثة وقد تكون مرهقة جدا على الإنسان ما يستطيع يؤمنها لنفسه أو لمن يعول شهريا تنين ظهور مضاعفات خطيرة لهذه الأدوية الحديثة وسنأتي لها بعد قليل تلاتة عدم توفر العلاجات بشكل دائمي ياما ياما ناس انقطعت لعلاجاتهم فجأة انقطع لعلاج غير موجود طيب دوروا على البديل وهذه مشكلة للإنسان أيضا النقطة الرابعة أن معظم معظم هذه الأدوية لا تؤدي إلى علاج المشكلة بينما تؤدي إلى التعايش مع المشكلة إلى التعايش يعني يعيش مع مرضك فالمريض إنسان بمل سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وعشرة وهو بيأخذ أدوى وببلع أدوى يعني شيء صعب فإن وجد علاجا شافيا بإذن الله سيدهب إليه وهذا خل الناس يذهبوا إلى العالم الطبيعة لأنهم وجدوا فيه فرجا وشفاء للكثير من العلال بفضل الله الآن كثير من الأطباء والصيادلة وغيرهم في المجال الصح يظنوا أنه العلاج الكيماوي هو رقم واحد والعلاج أي شيء ثاني لا رقم اثنين وهذا خطير هذه المفاهيم ما درسات في كليات الطب ولا يتم التركيز على مضاعفات الأدوية ولأنه لا يتم التركيز عليها فطمضي الأمور هكذا الآن سأقول لكم وأنقل لكم دراسة نشرت في مجلة بي أم جي بريتش ميديك الجيرنل ويهم المجلات الطبية المحترمة عالميا نشرت هذه المقالة والدراسة عام 2000 في عدد 18 آذار عام 2000 الصفحات 320 إلى 774 هذه الدراسة تقول وبعنوان epidemiology of medical error يعني مدى انتشار الخطأ الطبي هذا وين الدراسة في أمريكا أمريكا اللي هي قبلة الطب الآن والدراسات والأبحاث كويس إنهم عملوا هاي الدراسة وهذا دل على إنه في عندهم شيء من يعني فعلا الموضوعية والأمانة يعني نقلوا الأشياء اللي فيها فائدة ونقلوا برضو الخطورة كثير من البلادنا إحنا لا بحطوا الفائدة وبطنشوا الخطورة وهذا بيضلل للناس أما هذه الحقائق الآن اسمعوا تقول الدراسة بأنه كل سنة في أمريكا ها كل سنة توجد مضاعفات للطرق العلاجية المختلفة يعني مش بس الدواء لا الطرق العلاجية يعني تدخل فيها الجراحة والأشعة وإلى آخره تتطلب 116 مليون زيارة إضافية للطبيب لتعديل الخطة لأنها ما ناسبت المريض هاي واحدة تنين 76 مليون وصفة وصفة جديدة بديلة عن القديمة التي لم تناسب المريض 17 مليون دخول غرفة طوارئ من هذه الطرق العلاجية الجديدة 17 مليون دخول غرفة الطوارئ اللي بصير مع تسممه اللي بصير مع حساسية اللي بصير معه نزيف اللي بصير معه كذا 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 17 مليون 8 مليون دخول مستشفى من مضعفات هذه الطرق العلاجية دخول لأنه صار مع المريض شغلة يعني صعبة 3 مليون Long Term Care Facility Admissions يعني عناية دائمة ليش؟ لأنه صار مع الإنسان هذا مضعفات مزمنة يعني مثلا صار مع فشل كلوي نتيجة دواء معين أو الكبد انضرب فهذا بصير بده عناية طويلة الأمد غسيل متابعة إلى آخر أما الوفيات فتقدر من 200 ألف وفا سنويا من هذه الطرق العلاجية وكل هذه الطرق العلاجية مضعفاتها تكلف الخزينة الأمريكية 76 مليار دولار سنويا لاحظوا كيف؟ إذن في مشكلة في مشكلة ليش نتغضى عنها؟ وتقول الدراسة في النهاية إنه هذه الدراسة تشير إنه المشكلة أكبر من هيك لكن هذا اللي درسوا وحصلوا في هذه الدراسة لكن المشكلة أكبر من هيك وفي أشياء كتيرة ما استطاعوا يحصلوا عليها من خلال هذه الدراسة طيب لماذا؟ نقول بأنه هناك ما فيها الدواء ما فيها الدواء تسيطر على هذا الأمر ولها نفوذ قوي جدا وأحيانا احتكار الدواء والرغبة في الربح السريع هو الذي يطغى أكثر من قضية الإنسانية وذا علمنا أن ثلثي الإنتاج العالمي من الدواء هو من أمريكا وبريطانيا بنعرف كيف هذه السياسة إنه فيه وراها سياسة طيب إحنا الآن هذه بالنسبة معلومات اقتصادية وإحصائية خلينا نشوف كيف العودة إلى الطبيعة هل وصلت إلى الجامعات؟ هل وصلت إلى كليات الطب؟ نقول الجامعات الشرقية شرق أوروبا ألمانيا فرنسا وشرق آسيا طبعا الهند والصين والباكستان وكذا معظم هذه الدول فيه طب عادي وعندهم شاهداتهم الخاصة فيهم وبيمارسوها بطريقتهم الخاصة فهو موجود هذا الطب عندهم وأكثر من ثلثي سكان العالم يتعاملون مع هذه النباتات الطبية والعلاجات الأيروفيديا والطب الصيني وهكذا وأنواع من الطب المختلفة أما في الجامعات الغربية هناك تفاوت كبير فنصف الوصفات العشبية في ألمانيا يكتبها طباء يعني ألمانيا تعتبر الدولة الغربية المتقدمة رقم واحد في التعامل مع الأشياء الطبيعية في برطانيا فبدأت بعض الجامعات تعطي شاهدات بوكاليوريوتس وماجستير في الطب البديل أو الطب المكمل أو طب العشاب أما في أمريكا الآن بدأوا يدرسوا الطب البديل في كليات الطب للمعرفة للمعرفة وليس للممارسة للمعرفة في الجامعات العربية هل يدرس؟ لا إنما هو يعطى على شكل كورسات معينة لطلبة الصيدلة طلبة الصيدلة ممكن يعطوهم فيتوثرابي فارماكوغنوسي ممكن بعض الجامعات الخاصة تعطي كورسات في علم الأعشاب لكن لمين ليس للأطباء إحنا نريد التركيز على الأطباء الطبيب هو اللي بيقابل المريض وهل اللي لازم يكون عنده المعلومة والمعرفة ويضع الأمور في نصابها لا إفراطة ولا تفريط طيب حتى في كليات الصيدلة نجد أنه التدريس في الجامعات العربية ولكن طبعا هناك تفاوت يعني ما نقول على الجميع هذا الكلام لكن في تفاوت كبير في جامعات بتركز وبتعطي يعني معلومة حلوة للطالب بحيث أنه يعرف النباتات طالب الصيدلة وفي جامعات لا كليات الصيدلة بتعطي الكورس المادة على أساس الطالب يحفظ أسماء علمية معقدة قد لا يعرف معناها بالعربي أحيانا وتنتهي ينتهي الفصل بتقديم امتحان والخروج من الامتحان ناجح ثم ينسى كل ما مضى للأسف الشديد ويعني لو أي واحد من المشاهدين كرام تحدث مع صيدة لي راح تشوف أنه هذا الكلام هو الواقع للأسف الشديد نكمل الحديث في هذا الموضوع بعد هذا الفاصل فابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم مرة أخرى ونكمل الحديث عن هذا الموضوع الذي أحب أن أوسع فيه إدراك المشاهدين لهذه القضايا الهمة حتى لو سمعوا كلاما من هنا وهناك يعرفوا أين هم من هذا الأمر اللي هو عالم الطبيعة عالم التداوي بالنبتات الطبية أيضا في طلبة الصيدلة لا تقترن لديهم الصورة بالنبتة أحيانا فلا يعرفون شكلها أصلا إنما يحفظون اسمها لكي ينجحوا في الامتحان وتنتهي المشكلة وكما ذكرنا لا تتم لا يتم عمل رحلات إلى البر حتى يروا النبتات بأم أعينهم لأن التجربة والرؤية هي بتذكر الإنسان أنا أسمع كما يقول المثل الصيني أنا أسمع إذن أنسى أنا أرى أتذكر شيئا أنا أجرب وأعمل بيدي لا أنسى أو أتذكر دائما فلابد من اقتران المعلومة بالعمل والبذل والبحث ورؤية النبات وتصويره واحتفاظ بهذه المعلومات حتى ما ينسىها الإنسان أيضا هناك نقطة مهمة أن الدواء الكيماوي الحديث غالبا غالبا يتكون من مادة واحدة وربما من مادتين يعني الآن أدوة الضغط إما مادة واحدة أو فيها مادتين يحطوا مثلا الدواء الضغط مع مدربول مثلا السكري ممكن يحطوا المساعد مع الدواء نفسه يعني ما بيخلطوا أكثر من دوائين مع بعض مادتين نادرا لكن الأغلب مادة واحدة بينما المواد الطبيعية الأعشاب تحتوي على مئات المواد الفعالة وإن لم يكن الألاف أحيانا طب لماذا لماذا هذه فيها حكمة ما هو لابد للإنسان أن يكون حكيما وأن يتفكر والطبيب ينبغي أن يكون حكيم وسمي حكيما منذ القدم هذه المواد الكثيرة في النبات تعمل ببرنامج متكامل بحيث إنها تنطلق في جسم الإنسان وتعمل على عدة نقاط لأن المرض حينما يتولد في الإنسان لا يتولد من قضية واحدة فقط إنما يتكون نتيجة تداعيات مختلفة مضت مع عمر الإنسان بالتدريج حتى ظهرت بهذا الشكل فيأتي النبات الطبي بمواده المتعددة فيعمل فيه مناطق ومواضع مختلفة من جسم الإنسان حتى يحل المشكلة من أصلها بإذن الله سبحانه وتعالى وإحنا ما نقول ما نقول إنه في شيء خلق عبث حاشاه سبحانه وتعالى حاشاه لا يوجد شيء عبث الذي خلق الذرة إلى المجرة لا يوجد عنده شيء عبث كل شيء بحكمة وإذا ما فهمنا شيء فهذا خلل فينا نحن نحن لم نستطيع استيعابه إنما لو بحثنا جيدا نجد الحكم تتوالى والمعلومات تترى إذن النبات الطبي الذي يحتوي على مواد كثيرة وفعالة سيكون له دور في عملية شفائية متكاملة وليس كالدواء الكيماوي المركب في المختبرات الذي سيساعد في تهدئة المرض ثم تظهر لهم مضاعفات أخرى ربما تكون أخطر من المرض نفسه الآن أيضا هناك فارق لطيف معروف أنه المادة الكيموية التي يتكون منها الدواء هي نفسها لو ركبت في أمريكا ولا في الصين ولا في اليابان ولا في روسيا هي هي بينما العشبة نفسها المزروعة في الأردن مثلا وواحدة مزروعة في مصر وواحدة مزروعة في جزائر أو في الهند تختلف المكونات ونسابها اختلافا بسيطا كأن هذا الاختلاف يتوافق مع طبيعة أهل تلك البلاد وهذا مثبت علميا مقارنات بين نبات البابونج مثلا في سيناء والبابونج في الأردن في فروقات مع أنه نفس النبات لكن هناك فروقات وهذا كما ذكرت ربما للتوافق مع طبيعة أهل ذلك البلد لاختلاف أمزجتهم وأحوالهم والجو والطقس والتربة والماء والضغط كل شيء هذا توافق عجيب من عند الله سبحانه طيب أيضا هناك فائدة حلوة أنه جميع الأدوية بلا استثناء لها استعمال واحد وممكن أكثر استعمالين في حالات يعني محدودة والسلبيات للدواء كثيرة وتقرؤونها في الوصفة أو في النشرة الموجودة مع الدواء بينما النبات الطبي له فوائد ومفاعل متعددة وسلبيات قليلة جدا أو لا توجد سلبيات وهذا فارق هائل وهذا اللي بخلي الناس يعني تقبل على عالم الطبيعة في هذا الزمان أيضا الدواء لا يكون أبدا غذاءا الدواء وعمرك شفت واحد جعان فراح أخذ مجموعة كابسولات ضد حيوي عشان يشبعه ولا شوية كابسولات سكري مستحيل بالعكس لو أخذ مجموعة كابسولات ممكن تنتهي حياته بينما النبات الطبي قد يكون غذاء ودواء يعني مثلا التمر غذاء وبنفس الوقت خافض للضغط العسل غذاء انظروا إلى منافع العسل الهائلة حبوب اللقاح غذاء ودواء مقوّل المناعة بطول الجسم خذ وقس على ذلك أشياء كثيرة جدا فيها فائدة غذائية وفيها فائدة طبية والثوم يدخل في الغذاء كيوميا وشوفوا منافع الثوم الهائلة صيدلية يعتبر فإذا هذه خاصية رائعة زيت الزيتون غذاء وبنفس الوقت الدهن فيه دواء يشربه ضد الإمساك خافض الكوليسترول والدهون خذ البروكولي غذاء تطبخه وبتأكله زي المل زي الزهرة وبنفس الوقت فيه مضادات أكسد ومواد مضادة للسرطان القرب بفروت غذاء بتميسي مواد مضادة للنزلات البرد وغيرها خافض الوزن بقلل الشهية وحكذا شوف الزعرور البري شوف العنب الملون مضادات أكسد وبنفس الوقت غذاء شوف الكرامبري شوف البلو بري اللي هو الكرز الأزرق غذاء وبنفس الوقت ممتاز لشبكية العين مقول لشبكية العين وقس على هذا عالم عالم كبير نعجز عن فهم كل هذه المواد هذه علوم ليس لها نهاية طيب التحضير والإعداد أنت بتستطيع بيستطيع أي واحد فينا يعمل دواء في بيته كابسولات وكابسل ومكينات وكيموية ما مش ممكن يأب تأخذها جاهزة من الصيدلية وستندرائز ذو الأكسبيريدات وكل شيء ولا ما في ما تستطيع بينما الأعشاب الطبية قد تكون في بيتك في حديقة منزلك ممكن يكون عندك النعناع كويس للقولون الزنجبيل ممكن يكون عندك المليسة تزرعها أكليل الجبل برضو للنفخة وللمعدة وللذاكرة كل هذا ممكن يكون في المنزل عندك وتأكل منه وتغلي منه على شكل شاي بكل بساطة وهو طازج وبرائحته المميزة القوية المردقوش ذو الرائحة العطرة ممتاز للجهاز الهضمي وبخفف الكآبة وأيضا ممتاز لتنظيم الدورة الشهرية الخزامة بساعد في النوم بقوة الذاكرة بشيل الصداع وممتاز برضو للجهاز الهضمي كل هذه الأشياء ممكن تكون في المنزل وتزرع بكل بساطة إذن قطع الدواء أحيانا كثيرة لا بديلة له ما في بصير الإنسان يبحث وين في الدولة الفلانية والعلانية بينما بتاطي الطبيعة تجد بدائل كثيرة فإذا بدك إشي مثل الإمساك بتأخذ زيت الزيتون أو بتأخذ بزرقطونة أو بتأخذ خضار كثيرة على الريق أو بتأكل تمر قبل النوم أو بتأخذ التين وهكذا في وسائل كثيرة ما وجدت شيء تأخذ غيره الخروب الخروع الهليلج إذا واحد عنده إسهال بده إيش قابض بدل ما يأخذ حبوب قابضة ممكن يأخذ البلوط مغلي ثمر البلوط أو مغلي قشر الرمان توت العليق كلها قوابض المميعات مثلا فيه ناس كثير بأخذ مميعات عندنا الزنجبيل فلفل الشطة الحمراء الزعرور البري الثوم القرفة كلها مميعات فلاحظوا أن هناك خيارات كثيرة كما أن عالم الطبيعة وعالم طب الأعشاب ينظر للمريض نظرة كلية وليس نظرة جزئية النظرة الجزئية قد يكون لها فوائد في بعض الأحيان تخصص التخصص لكن كثير من الأحيان المريض عنده مشاكل متعددة ينبغي النظر إليها نظرة شمولية كلية حتى تربط بأصل واحد وتشخص تشخيص متكامل واحد بحيث يعطي العلاج على هذا الأساس فيعطي العلاج حين إذا النتيجة رائعة ويستريح المريض من مشكلته ومرضه وتنتهي المشكلة كثير من الأحيان تكون المشاكل كلها نقص في الجهاز المناعي فإذا قوين الجهاز المناعي تنتهي المشاكل أحيانا الجسم بده شيء ينظفه من السموم والأمور التي تدخل إليه مع هذا التلوث البيئي الذي نعيش فإذا خرجت منه سموم من تعشا وتنشط وممكن استخدام النباتات الطبية والحجامة ومنتجات النحل وغيرها في هذا الشأن فتنتهي المشكلة ببساطة النباتات أيضا لو جمع نبات مع نبات آخر مع ثلاث أو أربع أو خمس نباتات بطريقة فنية علمية مدروسة ما هو أي كلام تعطي تفاعلا تآزريا يعني بصير مفعول نباتات أقوى وأفضل ويعطينا نتيجة سريعة وبدل من استخدم كمية كبيرة من نبتة واحدة حتى تعطينا الأثر المطلوب لا من استخدم تركيبة معينة بناء على دراسة وعلم هذه الدراسة بناخد منها كمية صغيرة فتعطينا الأثر المطلوب بدون ما يكثر على المريض الأعشاب كميات كبيرة أيضا النباتات الطبية قد يكون لها فائدة من نائحة الرائحة الزكية ومعلوم أنه إذا دخلت الرواح الزكية إلى حاسة الشم تنتقل إلى الدماغ انتقالها إلى الدماغ يحفز إفراز هرمونات معينة بحسب هذه الرائحة فهذا ممكن يريح النفس إذا شم رواح عطرة ممكن يحفز الشهية ممكن يعطي شعور بالراحة والحبور ويزيل الكآبة ممكن يعطي نشاط وحيوية هذا العالم فهذه كلها العطور أيضا موجودة في النبتات ولا توجد في المواد الكيموية أيضا النبات قد يستفاد من أجزاء وبشكل هائل ففي نبتات ممكن نستفيد من كل النبتة كل ما فوق الأرض مع الجذور نستفيد منه زي نبات القريص مثلا نبات الكبار وهكذا وبعض النبتات لا يستفاد من أزهارها مثلا بعض أوراقها زي النعنة علم الليسة المردقوش إلى آخره بعض النبتات نستفيد من أزهارها إذن وعوراقها والبعض ثمارها مثل الزعرور البري النبات الجوجوبة وغيرها كثير البعض نستفيد من اللحاء مثل كبار لحاء الجذور من البلوط لحاء الشجر الكينة إلى آخره البعض يستفيد من السيقان زي نيم شجرة نيم البعض نستفيد من الجذمور مثل الكركم والزنجبيل البعض من زيوتها العطرية وهي معظم النباتات العطرية التي نعرفها نباتات العطرية كثيرة والزيوت العطرية كثيرة واللي بدخل على محلات العطور أو محلات تتعامل بأمور الطبيعة يجد عطر الخزامة زيت الخزامة زيت كليل الجبل الزنجبيل كذا أشياء هائلة هناك طبعا هناك يعني وصفات كثيرة جدا للمراض المزمنة فنقول أن كل مرض خلقه رب العالمين يوجد له حلول بالنباتات الطبية إذا استخدمت بطريقة علمية بناء على خبرات ومهارات وتجنبنا الأعشاب السامة طبعا هناك النقطة الأخيرة التي أحب أن أذكرها بعض الناس بهاجم الأعشاب بقول لك شو بيعرفكم بركي فينا بتات سامة إحنا نعرف وهذه مذكورة في كل كتب والدراسات القديمها وحديثها النباتات السامة معروفة وهذه الكل بيبعد عنها حتى الدواب تبتعد عنها بينما الأعشاب الآمنة المعروفة مذكورة وعليها دراسات كثيرة وأبحاث ومهارات وكل شيء موجود فاللي بيحب يعرف الحقيقة ممكن يعرفها بكل سهولة وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبصرنا ويعرفنا بهذا العلم النافع وننتفع به ولا ننسى أخيرا أن نقول أن أيضا العلاج بكتاب الله القرآن الكريم له دور كبير جدا في راحة النفس ودور في علاج كثير من الأمراض إن استخدمه بطريقة جيدة وممتازة وذكية مع النباتات الطبية التي خلقها رب العالمين والوسائل واللجية الأخرى كان الإنسان في أحسن حال بفضله سبحانه وتعالى نسأل الله لنا ولكم الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة